شبه زي ده في مطش السوبر الزمالك والاهلي فعلا صح لما كهربة شط ضربة الجزاء كان احنا مطش السوبر الزمالك والاهلي كنا مع مستر فريرا كنا احنا عاملين مباراة كبيرة جدا جدا كنا كسبانين واحد سفر الشوت الاولاني وجانا ضربة جزاء في الديئة الاخيرة من الشوت الاول كنا طبعا مستر فريرا حاطت اول واحدة شوت محمد ابراهيم كان تاني واحد عمر جابر على ما تذكر جيه كهربة هو اللي شط خد الكرة وراح يشوت طبعا مستر فريرا ندهلي اربع مرات حتى موجودة الفيديو ده موجودة على اليوتيوب ندهلي قال لي يا طلبة كلم كهربة مش هشوت محمد ابراهيم اللي هشوت روحت لمحمد ابراهيم وقلت له خد الكرة انت وشوت طبعا كهربة كان اخذ القرار خلاص اللي هو لازم هو اللي يشوت محمد ابراهيم برضو مش عاوز يوتره خلاص وحد القرار هتبدأ تتخانق على القرى هتطلع بره ضربة الجزاء خالص انما كهربة دخل شطها وشطها بصراحة شطة غريبة جدا جدا اللي هي في مص الجون دي هات الكرة دي تترد تتحسب عليها طلب ضربة الجزاء عليها هنا ظلم لو انت جبت شفت ضربة الجزاء تحسبت عليها ظلم بقى واحد واحد ندى الاهلي دخل المطش نزلنا شوتي التانية وهم جايبين جون جبنا احنا جون التعادل خلاص المطش 3 اتنين تحكيلي بقى بعد المطش كديرا عمل ايه بقى معك اللي انت كنت استا بتقوله اللي هو اللي ده اكيد بيتله يعني طالع بريرة دخلت عصب على كهربا جدا وقال له انت اللي انت عملته ده غلط وتعصب عليه بشكل كبير جدا وقال له انت اهلاهه والرجل اتعصب قال له انت اهلاهه اه طبعا بدأ اتعصب جدا جدا والرجل انا اول مرة شوفه في الحالة دي انت الراجل برضو اللي انت مزعله وكابتن كريم اللي انت عامل مباراة كبيرة جدا للشوط الاولاني وضيعت مجهود لعيبة تعبت الشوط الاولاني وانت المباراة كانت سبب في رحيل الراجل في رحيل فريرة انت لو اتذكر راجل كنا عامل موسم الحمد لله 2014 2015 اخدين دوري وكاس مع بعض كانت امنيت حياتنا اللي احنا ناخد الصغبر وانت طبعا انت لقيت من النهائي من قبل النهائي بتاع النجم السحلي كنت عامل مباراة عظيمة هنا في القهرة والناس كلها اشدت بيك وكنا احنا خسرينين ناكم خمسة واحد وهديرنا هنا اللي احنا نكسى بتلاتة واحد وعلي جبر الطرد اول دقيقة والحمد لله اللي لعبنا عشر لعيبة وكسرنا الدنيا والمباراة دي كانت مباراة صعبة جدا وكان لسه ربع ساعة اللي احنا نجيب جون ونصعد الراجل بصراحة انا بشكر مستر فريرة الفترة دي اول لما كنا خسرين خمسة واحد الراجل ده خلينا قط اللبس ارفع وشك انت ايه المشكلة انا حصل معايا كده في بورتو واحنا وانا في البرتغال وروح تحققت نتيجة جبية في ملعبي وبدأ يلزق لنا النتيجة بتاعت 4-0 على الحيطة كل ما خش تلاقي النتيجة دي في وشي في النادل الزمالي عشان بيدخلك عاوز يدخلك اللي انت جيبه اربعة جون تسعد والحمد لله بقولك لو اي فرقة اضطرد منها لعب في اول دقيقة وانت خسران عمرك ما يجيب جون يعني من وجهة نظري انما الحمد لله قدرنا نحرس 3 اهداف واحنا 10 لعبة وكان لسه ربع ساعة وكنا نسعد اه كنا احنا بقى محاقين دوري وكاس وكنا عاوزين افريكا دي باعدة عندنا كان قدامنا ايه الصبر الحمد لله عملنا مباراة كبيرة طبعا جي مجلس الادارة هاجم الراجل بعد المباراة والراجل اتهان بطريقة مش حلوة وتشتم والمساعدين بتوعب اللي انت الشتامت بطريقة مش حلوة واحنا لمينا الدنيا واقنعنا الراجل اللي هو وكون متواجد بس الراجل ماستحملش الراجل ده مدرب عظيم جدا جدا واحسن مدرب دخل مصر بصراحة من وجهة نظري فريرة فريرة من الناس واللي كان خلي بالك برضو اللي كان نشرحوا الناس الزمالك عشان برضو ما نقولش جزيه يعني هم مدرسة واحدة والاتنين من البرتغال والاتنين اخدين شهرة كبيرة جدا جدا في البرتغال